الأستاذ المسرحي والقامة الثقافية الكبيرة في سوريا أستاذ فايز قزق أهلا وسهلا فيك عبر فوشيا أهلا وسهلا فيكم جميعا وأهلا وسهلا جميعا من يشاهد ويسمع القناة أستاذ فايز ابتسمت وأتقدمت أنا علما أنك أنت متحفز على بعض الألقاب على بعض التسميات يمكن لو أعيلك النجم كنت رفضت اللقاب ليش دائما عندك شوية تحفزات على الألقاب أخاف من العادة العادة والمفهوم الدارج اللي نحن تلقائيا نتبنى ونعمل على تصويرك عامل نجاح أو عامل فشل فأنا أعتقد أنه كلمة نجم ممثل فنان فنانة إلى آخره كلمات ينبغي إعادة النظر فيها خصوصا في هذا العصر مع عدم امتلاكنا للأدوات التي نستخدمها والتي تصنع النجوم والتي تصنع الممثلين أو تروج للممثلين للفنانين بين قوسين للنجمات والفيديو كليبات وحتى للأفراد العاديين أحيانا يمكن فجأة يصبح شخص من الأشخاص نجما على مستوى منطقة أو على مستوى أمة أو شعب أو مجتمع أنا أعتقد أنه كل هذه الأشياء يجب إعادة النظر فيها اليوم يقال عن كتاب الدراما السورية لكن بعض الكتاب الدراما السورية بعض مشكلة لا يدركون كيفية كتابة خمس جمال باللغة العربية الفصحى سليمة حقيقة يجب تزويد الماكنة العالمية دوما بمواد مهما كان نوعها وكلما كانت هذه المادة انحطاطية في مسألة لغتها في مسألة مفاهيمها التي تقدمها في مسألة النظر إلى هذه المدينة إلى تلك المدينة إلى هذا الشعب إلى ذلك المجتمع كلما كانت انحطاطية هذا يخدم الماكينة الإعلامية العالمية لا ودى أن ندخل في هذا الموضوع كثيرا لأن الموضوع له علاقة بعلوم الاجتماع وعلوم النفس والاقتصاد وبدخلنا في قضية الشركات المتعددة الجنسيات ومن رأها وكيف أنشئت إذن هذه الجموع من البشر يطبق عليها على مستوى الإعلام ما يجعلها قطيعا ضخما يخدم آلات صناعية آلات زراعية أو مناطق زراعية في العالم الاستحواذ على كل هذا الخير عبر الأرض هناك من يدير هذه العملية سيد فايز طالتك حملة من الانتقادات الواسعة وخصوصا بعد ما جمهور شافك بأحد الإعلانات كيف فايز قزاق بثقافته وبمخه الكبير وبمئات الطلاب التي تخرجت من تحت إيده موجود ضمن إعلان يعني لكل من نوجه انتقاد أو هيك استنكر الموضوع فكرة الإعلان ليش؟ ليش كنت موجود ضمن هالإعلان؟ أول أنه جزء من شهرة يمكن أن تكون هاي لاش هكتل هذا إعلان وإعلام ثانياً حبيت الفكرة أنا وإستاذ عبد المنعم عمايري وحبنا أكثر سادير مسعود شاب لطيف وراي أكيد استاذ خلينا نحكي شوي عن موضوع الإغراق في البيئة الشامية حضرتك موجود بالكندوش الكندوش عمل بيئة شامية وفي حوالي عشر أعمال بيئة شامية هاي السنة بداية خلينا نحكي عن دور حضرتك بالكندوش وننتقل لاحقاً لمناقشة تواجد البيئة الشامية بهذه النسبة يعني كل فترة وفترة منهوش نحنا هنا على شيء يرتب من الداخل من الخالج أنا ما بعرف يعني كيف ينفض زيئي بمال مين بكيفية إدارة هذا المال هاي مسألة يمكن بعرف جزء منه لكن كل شيء فيه ما بعرفه إنما البيئة الشامية يعني موجة من موجات التلفزيون وكان قديماً موجة البدوي وكان موجة التاريخي وكان لها يعني بعدين المودرن بعدين الفنتازي يعني كل شيء لكل شيء من هذه الموجات الأعلامية التلفزيونية فكرة فكرة خاصة كنت أتمنى على سبيل المثال أن تكون في التاريخيات نبش لي الأشخاص المهمة التي كانت في التاريخ العربي والإسلامي من مثل بن سينة من مثل الخوارزمي البيروني بن رشد بن خلدون هؤلاء يستحقون حقيقةً طبعاً يستحقون كان أكثر من مجرد مسلسل عابر سبيل يعني كيف أو نوع من التنميق أو التنقيط لهذا النمط من المراحل فبالمرحل التاريخية نبش نسيوف قديمة وإجل أخناها والنتيجة هي ما خبتني عن الدور بالكندوش؟ وخصوصاً أن الكندوش من كتابة أستاذ حسان تحسين بيك اللي هو ممثل مخضرم هو شارك بفنون متعددة حتى كلمة الكندوش ما كتير حاببة أنا ما بعض إذا كانت تركية ولا فارسية شو أصل كلمة الكندوش؟ كنت بتمنى أنه يكون العنبر العنبر ذاك الذي كنت أعرفه في بيت جدتي على سبيل مثال فيه البرغل والطحين وغيرهم فمشاركتي بالعنبر كانت عبر شخصية طريفة فعلاً وحبيتها كثير اللي هي مغسل الأموات في حارة شامية قديمة يقوم بتحميم الأموات يعني تغسيل الأموات ولفهم ووضعهم ضمن التابوت وترحيلهم إلى المقبرة لكن المكان يعني إذا بدك تمشي في هاي الطريقة ممكن يكون قامت للقلب ممكن يكون مغم فحاولت مع المخرج سمير الحسين أنه يكون لا مكان يزدهر بكل ما للمعنى بكل ما للكلمة من المعنى يزدهر بالحكاية التي يرددها هذا الإنسان أبو الآس الآس هو نبات الآس فأن يزدهر المكان بالحكاية وأن يصبح جميلاً جداً ويبعد المكان عن مفهوم الموت وعن مفهوم غسل الأموات فتم استخدام خمس حكايات بشكل لطيف جداً وبذلت الجاهد ليكون شخصية متميزة جداً ضمن منطق العمل خصوصاً وأن عدد مشاهده في جزئين ستين طبعاً ستين مشهد وهذا يجعل من إطلالاته إطلالات نادرة في كل جزء يعني مشهد في كل حلقة حسبت هيك بها الطريقة فعلى هذه الإطلالة أن تكون مؤثرة جداً في كل حلقة جيدة اتستطيع تنظر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة